لطالما كانت لديه شهية فنية كبيرة عملا كمدارس للأحياء ورأى جمالا في كل شيء حتى عظام الحيوانات ولذا قرر أن يظهر هذا الجمال في شكل أعمال فنية متنوعة كل حاجة تتخيئ لها صرح ما تصيفش حاجة وتحويل النفايات دي خلاص بقت في دمي جوز الهند أنا مثلا من الوقت أكل جوز الهند ما سيبش القشق اللي يترم لأ عملت منه مسكات عملت منه عقود الفخر عندي لما يكسر بعمل منه مسكات مفيش يعني الأمثلة كتير جدا يستخدم السيد علوي جميع أنواع العظام وقرون الخرفان والبقر والطيور ويصنع منها تحفا واكسسوارات وذلك بعد تنظيفها وتقطيعها كل حاجة أحس إحساس داخلي جوايا أن حيجع لي وقت أستعملها أنا في حاجات عندي مثلا من أيام ما كنت في الكلية فضلت عندي أكتر من 20 سنة أصدفه محار وحاجات مندي لحد ما جاء الوقت ابتدت الأفكار تنمو وابتدت استعملها خشب قديم باستعمله أيام ما كنت بعمل خرط المخرطة والحاجات مندي مفيش عندي حتة خشب تترمي بيشوف الحاجة بعينها مختلفة ورؤية تانية أنه هو إزاي بيخرجها إزاي ينظفها إزاي يحولها من حاجة ديرتي لحاجة جميلة حلوة تسر العين كانت الزوجة خير مشجع ومعين لزوجها في رحلاته الفنية التي استمرت لعشرات السنين رحلة لم تخلو من المفاجآت يعني يمكن أول هدية كانت ما بيننا كان عقد معمول من الخروب وكان يعني حاجة جميلة أن نحاول الخروب ده الحاجة عقد بيدهوني يعني كأول هدية لينا يعني فعلا أبص لكل حاجة بعملها إيه دا ربنا خلاءها إزاي دي وبالجمال ده وبالعظمة دي كلها فبحاول أتقرب إلى جمال ربنا سبحانه وتعالى وهكذا صار مدرس الأحياء فنانا يقدس الطبيعة وكل ما تجود به من خامات مدرس لمادة الأحياء تعلم عشق الطبيعة في فصول الدراسة وعندما أصبح في سن التقاعد أعاد كتابة قصة عشقه باستخدام خامات متنوعة تحمل بصمة الطبيعة وجمالها من القاهرة مينا حبيب الغد